مرحبا هذا الفيديو خاص يعني مميز وهي دي رسالة لبلود رامي المخلوف كيف سقط رامي المخلوف هو حتى يفهم ليش سيطل وليش وقعه وانتو تفهموا كيف كيف نلعب الدول دول العالم التابع وشو هو النظام وكيف تدخل الدول هاي القصة بتركشف لكم بالضيق على جانب لا نرى لانه نفكر الخلاف ايديولوجي تعرفوا بكل دولة في شبكة مصالح تبقى حول النظام والدول في شبكة مصالح دولية وبتجي سياسات الدول بتحقق هذه المصالح يعني السياسة تابعة للمصالح وليست المصالح تابعة للسياسة يعني الاقتصاد هو اللي يحدد السياسة وليس العكس بكل دول العالم مهم رامي مخلوف بتعرفوا ابن محمد مخلوف يعني كانوا تقريبا يعني هن مالكين اكثر من نصف الاقتصاد الوطني الشركات المدريشو يعني قديش ثروتهم ما بنعرف لهن بيعرفوا مش ثروتهم حسابات بالبنوك ثروتهم اصول الدولة السورية يعني شركة الخليوي شركة كذا النفط المدريشو شركات الطيران شركات ما بنعرف شو بقولهم بالفوسفات شو بقولهم بالأراضي شو بقولهم يعني في كتير اما الاقتصاد للمعظم الشركات الرابحة كانوا شريكين فيها وكانوا يديروا اموال الشبكة المصالح يعني عائلة الاسد وكذا بعدين عملوا شركات قابضة مالية كبيرة جمعات جروب مالية كبيرة وصارو هن المديرين العامين يعني آل مخلوف للاقتصاد والاموال وزعوها قسم حطوها برا قسم بلبنان قسم بروسيا قسم بالامارات حطوا كتير اموال برا يعني وتقدر مئات المليارات مئات المليارات ما فيني اقول ميتين او ثلاثة بس مئات مئات المليارات يعني في عندنا كان برا على الاقل مئة مليار على الاقل يعني موجودين برا يعني كرسامين للنظام وقت القامت السورة على النظام طبعا هاي الشبكات يعني مثل ما قال رامي مخلوف قال يام نقع سواء يام ننتصر سواء لمين عم يحكي عم يحكي شركاته الدوليين يعني اللي شغالين معه ايه ايه يوم متقال هيك وهذا الحكي كان صحيح وبتعرفوا انه حافظ مخلوف انصاب بتفجير خليط الازمة وطلعوا على روسيا اهلو وفي قلن اموال كتير بروسيا طلع محمد مخلوف وبقي بروسيا ورامي كان بسوريا وكان يعني عمليا هو العم هو الميليشيات وكانت مهمته الاساسية انه انت يحفظ الطائفة العلوية وما تخلي الايراني يشيعهم يعني ما تسمح لعمليات التشيع وده الماسك الطائفة وبنفس الوقت علاقته بالضباط كانت جيدة يعني ضباط العلويين الاساسيين هذا الموضوع ده الرامي شغال مع النظام نيح كتير 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 الى ان دخلت روسيا واندخلت روسيا على سوريا روسيا بتتمول العملية انها بتتمول العملية يقول لك دول الخليج تعهدت تدفعها لا دول الخليج تعهدت تعطيها من مصاري الاساد يعني هي اضمنت هاني حطت ايها على مصاري الاساد وضمنت للروسي انه بتعطيها منها منها من هذه المصاري فالروسي كان عم يتمول من يعني الغزو الروسي كان ممولان من المال اللي سارقه النظام السوري LISA لحد هون لحد هون يعني نحن احكي لحد سنتين ثلاثة من الغزو الروسي بالسنة الثالثة أن الغاز بالروسي بال2017 بال2017 اكتشفوا انه الايراني هو اللي عم ينتصر وليس الروسي وليس النظام يعني كل شي عم نصير قدم عم نصير لصالح ايراني ايراني صار يبني دولة داخل الدولة تغلغل بالدولة مصف له للروسي ولا بشار الاسد والجماعته الا القيادات القيادات العسكرية وليد والشو أما عمليا عمليا لأرض الناس الكذا الاخرية عام تروح للصالح الايراني ففكروا انه يعني انه هذا نحسن نقلص النفوز الايراني كيف ننقلص النفوز الايراني فدفشوا رامي مخلوف يعني محمد مخلوف انه انت عميل من داخل النظام هايك حركة واتفق انت وشوي من المعارضة وقولوا انه هذا هو الحل وهذا هو الاخرية هاي السلطة اللي انتفقين عليها نحنا وعبعضنا وطالعوا الايراني وخلصنا يعني كانت الفكرة انه انه صير في انقلاب علوي انقلاب علوي من داخل النظام انقلاب علوي على النظام الموجود حاليا ويكون يعني مشبك شوية مع السوار مشبك شوية مع السوار فبتطلع سلطة جديدة ببلشوا اصلاحاتي ببلشوا كذا الاخرية ورامي مخلوف يعني عدة مرات يعني كان يرسل رسائل انه هو يعني ليش نحنا ما بنفتح القطوط ليش كذا ليش كذا للمعارضة حتى انا بوقت كنت بالاردن في 2012 بعتلي خبر مع واحد بعرفه يعني طريقة على الاردن الرجاع والبدك يا بصير المعتقل بدك يا منطالعون احنا منلاقي حل ومدرشوا طبعا بعرف انه كذاب لا رجعت ولا شي يعني هني كانوا يفكروا هيك ففي عام 17 في عميد كان بمكتب سليم ادريس مع سليم ادريس اسمه ابو ياسر يمكنه هلا صار باوروبا طلع اوروبا ابو ياسر كان يعني شغال مع النظام يعني هو من فرع المعلومات الخارجية بالامن العسكري وكان شغال مع النظام مين حطوه بالاركان مع سليم ادريس بعتقد يعني الدول العربية السعودية وغيرها لانه حطين غيره بغير محلات هلا ما نشوف هذا الزلمي صار يتواصل مع السوار وين جوا جوا شو كان في كان في بمنطقة دمشق بريف دمشق كان جنوب طريبا يعني محاصر كتير ومنتهي كان صفيان جوبر وصفيان برزي لحد ما مول مساكن برزي وصفيان الغوطة الغوطة فكان في الجيش الاسلام بيتبع للمين جيش الاسلام بيتبع للسعودية مباشرة ما له علاقة بالموك ولا له علاقة بشي كان يشتغل لحاله ويحارب الكل كان في فيلق الرحمن بيتبع للموك وكان في مجموعات يعني اللواء الاول ببرزي كان عنده شي خمس تلاف مقاتل يعني او ست تلاف بذلك الوقت وكان جماعات بجوبر وجماعات بالغوطة وإلى الآن موجودين يعني هدول الجماعات ومنهم هلأ لواء المهام فكانوا هدول عاملين غرفة عمليات يمكن أنهم ظلموا أو شي من هذا يعني غرفة عمليات مشتركة صار يتوصل معهم مين اسمه أبو ياسر بيعرفون سليم بيعرفوه بتعرفوه أنه هذا يعني يعني يريع لعند النظام ومثل عادي يعني حكى كتير عن هذا الموضوع وبعد ينطلع فأبو ياسر صار يحكي أنه بدنا نتعاون بدنا نعمل عملية بدنا نعمل انقلاب بدكن تتعاون ومعنا بدكن كذا بدكن الشباب السوار على الأرض مين هذا قالوا أنت مين قالوا أنا مع الكزالول طيب مين معكم كمان قالوا معنا العميد يحيى البيطار يحيى البيطار حي يرزق حكوا مع يحيى البيطار قالوا ايه بس أنا من يفهم أنا القصة شو يعني هذه القصة يعني حكى معي الزرمي وقال ايه شو علي بس يعني من يفهم هاي شو اتباعها مين وراها كيف صار العملية فجماعة قرروا انه انه يفهموا بالأول صار يطلبوا اجتماعات اجتماعات على سكايب اجتماعات ضباط جيبونا معكم جيبونا الى اخير فكان جانب من هذه الاجتماعات طلعوا عليها ناس من المعارضة يعني كانوا علمانين في عندهم قبر في ومنهم بس مش عارق موجود كمان هلأ يومتها اكتشفوا انه الحكي كبير كبير كتير يعني وانه يعني شغلة يعني نائب قائد القواء وحدات الخاصة مثلا حدا من المخابرات الجوية يعني ضبط كبير بالاركان يا مظبوط شو هالحالم شو اللي حرك مين مين عم يحرك فصار عندهم شك انه هايدي شو فدلوا على مدة اسبوعين يحكوا مع بعضهم عساس يرتبوا عمليات انه تصير مشتركة وتصير وكأنه انه هدول الضباط اللي عنده الانقلاب هني كانوا منشقين ومع الثورة لكن ساكتين ينتظرون الاوامر ما بدون يجوا عساس انه النظام انقلب على النفسه لا انه الثورة يعني هني صاروا من داخل النظام هني سوار لكن كانوا مع النظام يعني مشان يمسحوا تاريخهم لانه تعرفوا هدول الناس يعني انه ارتكبوا جرائم ارتكبوا كذا حتى يمسحوا تاريخهم القتل والكذا الاخير بدون يطلعوا انه لا نحن منشقين وعم نتعاون مع السوار من زمان ونحن يعني هلأ حتى جتنا يعني صورنا جاهزين لنعمل الانقلاب حتى شو تاريخهم كله يمحي فالشباب كانوا حذرين انه شو هالضباط الكبير يا صرام ديش عم تكتفين هلأ بدأ تعمل انقلاب شو القصة ما شو القصة المهم استدرجوا استدرجوا العميد عمران 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 كان نائب قائد الوحدات الخاصة يجتمعوا معه عمران يجتمعوا معه وكذا بعدين قالوا بدنا نشوف مهم استدرجوا حددوا مكانه اختطفوا اختطفوا وحققوا معه اعترف بكل شي وقال انه ورا القصة ورا القصة رامي مخلوف هون بقى يعني الناس ضربوا فريم شو رامي مخلوف يعني نظام على النظام نحن وين راحين فصاروا اجلو ولا كأنه خطفناك ولا شي يعني اتمرر غيابك فترة وكذا والآخرين مهم بأثناء الاجتماعات كان في حدا بيعرفوه يعني بيعرفوه صوته بيعرفوه وكذا بيعرفوه مهم كان يحكي باسم المخابرات الجوية هو ابو محمود رائد من المخابرات الجوية وابو محمود هذا كان بالمكتب الامني زهران علوش انتبه فكان بالمكتب الامني وكان بنفس الوقت شو ضابط بالمخابرات الجوية وكان عم ينسق بهذا مو ضعنات جيش الاسلام بالعملية لا عم يحكي باسم باسم الضباط التابعين للنظام يعني الشبابي عمتها يعني غرفة العمليات المشتركة قالوا نحنا خلينا نأجل شوي وخلينا نطلب يعني إثبات نية حسن نية يعني فقالولهم يعني طلب تعجيزي قالولهم نحنا لحتى نصدقكم ونشتغل معكم وما نشتغل ضدكم يعني بدنا بدنا قربان مثل ما يقولوا يعني إثبات حسن نية شو بدكم قالولهم بدنا تسلمونا وزير الدفاع يعني فهد جاسم دفريج هالحكي بالشهر الأخير من عام 2017 بدكم سلمونا جاسم جاسم دفريج بصير ما بيصير مدري شو قالوا إن إحنا ما نحن نتحرك رح تطلطون بعدين بيخبروهن يوم من الأيام الصبح إنه شو إنه موجود بغرفة بمركبة بدرسة المركبات بجوبر حرست واخدوا فبيروحوا بيعملوا عملية بيسكروا عليه بتعرفوا إنه هيدا المدرسة كان قسم منها إله مع جيش الإسلام وقسم مع لواء جوبر والقسم التاني بتدخلوا فيه للشباب بيسكروا عليه بيحاصروا يقوم النظام شو النظام بيقصف المدرسة وبيقصف بيحاول يقتلو اللي هرب فهد جاسم لفريج يعني بأول السنة 2018 اللي هربه هو جيش الإسلام يعني اللي طالعوا من المركبات مش محسن النظام يخترق الحصار لكن القسم اللي من تال جيش الإسلام هو اللي فتح له طالعه أخذ هو سلم رجع ففهد جاسم لفريج بيعرف أني عم بحكي أنا صح يعني عم بحكي على السلسارة وهذا الدور اللي لعبوا جيش الإسلام الأمنيين تبع جيش الإسلام اللي كان منهم قسم كبير كانوا مخابرات للنظام هاي كمان بصدد السوار اللي كانوا بلغوطة إنه إنه قديش كنتوا يعني أنتوا سزج لحتى تسدوا وتجيبوا هاي الناس تحطوها معكم وهون بيفتح القضية بيفتح دور على دور الأجهزة الأمن العربية إنه كيف بتجيبوا ناس تعرفوهم ضباط مخابرات وتحطوهم بين جماعة السورة وليش بقى تفهموا بقى ليش جيش الإسلام ما دعم نزول للعباسيين بتعرفو اللي نزول العباسيين لجماعة برزي وجوب لا الموق ولا جيش الإسلام ولا شي هاي هذا الحكي مهم جدا نحنا نفهمه ومهم نحنا يعني نفهم إنه قديش الدول العربية تأمرت علينا هاي شوفي كمان رصدوا ماهر والإيراني ف فشلوا العملية اعتقلوا اعتقلوا 80 ضابط تقريبا بهديك الفترة ومنهم منهم اللي قلنا عنه عمران عمران ويمكن عدموا العمران اعتقلوا 80 ضابط والضباط الكبار ما قربوا عليهم حتى جميل حسن كان له علاقة بالموضوع لكن بعدين أقالوا هيك صرفوا صرفوا ما قربوا عليهم ليش ما قربوا عليهم ويوم متى رامي هرب على الدبي وقعد 3 شهر 4 شهر دبي لنحكي لكم هدول الضباط لأنه هدول يعني تابعين للروسي وكلهم تقريبا تابعين للروسي وعمدتوا للروسي فحماهن الروسي ما كانوا هن خارجين عن إطار يعني ما قالوا ضوء ضوء أحمر الروسي الروسي كان غمض عيونه وقالوا إذا فيك تعمل الانقلاب وتخلص حالك وتخلص أمورك وتخلصنا الأمور عملوا بس الروسي ما كان بده مخرج يعني بده مخرج طررت بلدت سنين وما عم تخلص والإيراني عم يأكل هو ما عم يستفيد طبعا الروسي طبعا سيتدخل بعدين ويستفيد ماديا المهم رامي بيهرب على دبي والعملية بتفشل كمان الجيش الحر ما بدون يعني ما بيقمع قول يعني يساعدوا رامي على بشار يعني طبعا بعد فترة بتروح القصة بتصير شو بتصير انه بيطلع تطلع أسمة بتقول انه رامي مخلوف عليه مصاري ثلاثة مليار ليرة سوري يعني ثلاثة مليار ليرة سوري خلي يكون بألف يعني يومتها كان الدولار بألف مثلا فثلاثة مليار يعني شو بيطلعوا يعني ثلاثة مليار ليرة سوري يعني ثلاثة مليون دولار يعني رامي مخلوف ما يدفعون بس ليرة كانت لسيطرة أسماء على أموال رامي مخلوف وأسماء اتحركت كمان بأوام الروسي طبعا الروسي يفوت بأي عملية بدون نص دائما فقديش أخذ من رامي أخذ من أبو أخذ من بشار سمن العمليات العسكرية كله بالقطعة فرجع بغط الروسي على النظام على بشار وقال له لا بدي يرجع على سوريا ورجع على سوريا وهلأ موجود هو وين موجود هلأ بيعفور وحط الخطبات وبيعد وراء وبيحكي بيعفور هو هلأ بيروح وبيجي شوي يعني تحت الحراسة الروسية مقيدة عملياته لكن بيلتقي أحيانا بشار يعني عمليا اللي حاميه هو الروسي واللي حاميه هو شبكة علاقاته السابقة مثل ما قال يعني مع الاقتصادية والمالية والإلاخرية مع رؤوس الأموال التانية فإذن العملية كلها كانت يعني قسم منها يهدف إلى يعني يلاقوا مكراج للعلويين يعني يدلوا بالسلطة بنفس الوقت يعني يطلعوا صوار وممكن قسم منها لحتى يعني إنه ربما يعني تكون هاي المحاولة يعني تفيد بإخراج الإيراني يعني تكون وراها الدول الغربية كمان تسكت عن الدول الغربية إنه ممكن إذا العلويين بيعاموا حركة وصحية هي بصح ومسار وبلاقوا حل مع السوار بيطالعوا الإيراني كمان حل بيرضي إسرائيل وبيعمله فكان هيك الفكرة فرامي مو هو يعني أحماق ولا هو ارتكب خطأ ولا شي هو توازن توازن النفوذ داخل سوريا كان لصالح الإيراني وليس لصالح الروسي على الأرض رغم وجود الشباب السوار يعني والسوار توقفوا ما اشتغلوا في هذه العملية ما اشتغلوا يعني لأساس خافوا أنه شوهد أنه شوهد يعني رامي يعمل انقلاب على بشار ما قصير يعني وبشار طوط تعرفوا ماهر تنمرض عليهم وحاول كثير أنه يعتقل سمحول يعتقل الصغار خلص ناضيت بالصغار وصرح شوية من الكبار اليوم الإيراني يملك السورية تماما يعني الوقت اللي وقت اللي بيطلع وبيحكي وبيحكي الإيراني الإيرامي أنه نبوءات بتجي نبوءات تجي أنه لاحيصير شي أنه الروسي لاحيتحرك أنه كذا بيبعتول أخبار من شبكة المصالح أنه لحي تنحلف وينزل عليه الوحي وبيحكي بيقول جاي يوم كذا ما بعرف شو يعني بقعد مثل فالحصان دائما يعني الحصان التابع لدول أجنبية بشغال معها يعني بنزلو عن ملعب إذا ما ريح ما بيقلوه بيحطوه بيحطوه بلسطبل بينطروا بينطر فقسم كبير أن العلويين المشتغلين مع الروسي اليوم كانوا مشتغلوا مع رامي وأن تتعاونوا معه لكن رجعوا ألا موجودين لكن ملعب مثل مشاريع التانية بينطروا لصير الوقت المناسب ليعملوا فكرة تانية وسيناريو تانية فهذا اللي صار أنه كان يعني كانت العملية كلها يعني ليس خلاف بين يعني مالي مثل ما قالوا أسمى بدتا كل هداك لا منه موضوع ما صاري كثير كان فيه لكن الخلاف كان سياسي أنه بدون يعملوا شي يعني سلطة جديدة حركة تصعيحية من داخل النظام حركة تصعيحية من داخل النظام كان يقودها رأم المخلوف وفشر رأم المخلوف لأنه ما بيعرف ولأنه الضباط يتصرفوا بطريقة يعني رعناء ما أدروا قدرة الإيراني وحجمه وإمكاناته والروسي أيضا يعني ما كتير كان مهتم بنا تنجح لأنه شو مصاري صير يعني بنسبة له الروسي بنسبة له الروسي أخذ هبج مصاري بالهبل بالهبل فمحمد مخلوف مات وراحت المصاري كما بيقوله هونيك والمصاري اللي بدبي يلا نحكي عليها كمان والمصاري بالبنان صادرت واللي بقيان يعني هذا هو وأسما حطت إيدها على الباقي ونتهربهم لبرة يعني كمان برة بالأطولة يعني هذا هو المال اللي سرق من الشعب السوري ما بيرجع يعني ما بعد فينا منين نجيبه وراح تبخرت هايدي هي اللعبة انه فيه 200 ل300 مليار من أموال الشعب السوري سرق النظام الأسد تبخرت ودفعات ثمن للقوات العسكرية اللي أتلت الشعب السوري هايدي الخلاصة اللي عنده النظام الطائفي في سوريا النظام حافظ للأسف فأنا عم بحكي للضباط الموجودين يعني مثل وزير الدفاع مثل كزا أكفرنج يعني في يعني في النهاية دول وامام شبكات المال انتو ولا شي انتو بس مجرد ناس للموت أوراق للبيع يعني وفرجيكم أنه بنية النظام بالأساس هي بنية تنبني ليس على الولاء الدولي على الولاء الطائفي هايدي كمان مهم كتير أنه في شبكة طائفية داخل الضباط الدولي هي بتحكم ما بتجي الأوامر من الرئيس بتجي من الشبكة الطائفية لأنه قد المحمد مخلوف صار يعطيهم تعليمات مع دور الدوع بشار هايدي كمان نقطة نقطة مهمة وبيلعب دور لسه رامي يعني بكرة بنزل عليه الوحي وبيلعب دور بلعب دور بتجميع الطائفة العلوية وتوحيدة بشكل ما يعني متمان ممكن يعني حطينا مع جناب وقاعد بسوريا يعني بسوريا بيعفور أنا لو عندي خشبات كنت حطيت المراي هاي؟ رامي يعني أنت بكرة بدك يعني تشارك بالسلطة الانتقالية مهيك بس بعد ما عملت كل هذا الفساد والدمار والتخريب ودفعت مصاري للمحتل وكذا وإلى آخره يعني وسرقت مصاري الناس يعني بتحرق إيدي لك دور بسوريا فيما بعد يعني خلينا نفهم يعني نحنا أنه أنه الناس اللي ارتكبوا جرائم وسرقوا نهبوا هدولي ما لون دور كله يعني ما عدد تفكر يعني طلع من الباب ارجع من الشباك هيك ما بتزبط لا بتزبط ثورة ولا بتزبط شي بتتجي ناس نظيفة ناس نظيفة وجديدة يعني تفتن هو هذه الصفحة كلية بما فيها وما عليها وبرموزها وأشخاصها نعم يتبع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر